السياسة الناعمة باتت نهج المسؤولين في طهران يوجهون تصريحاتهم تارة للمحتجين علهم ينهوا انتفاضتهم وتارة للمجتمع الدولي لتحسين صورة بلادهم خارجياً وقع هذا الحادث ماتت فتاة صغيرة حسناً لقد كان حادثاً مريراً كنا مستئين حقاً لكن الواقع لا يشبه تصريحات المعلنة فاستخفاف النظام الإيراني بأرواح الشباب بدى واضحاً في بيان لوزير الخارجية الإيراني خلال لقائه لمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية استعجب خلاله من الضجة التي أحدثتها وفاة الشاب مهسى أميني في الغرب من يصدق أن تكون وفاة فتاة بهذا القدر من الأهمية بالنسبة للغربيين؟ وفي خضم الضغط الداخلي والخارجي بدأ المسؤولون في طهران يستشعرون الخطر المحدق لا سيما بعد تلويح الدول الأوروبية بفرض عقوبات على إيران وهنا تحركت الدبلوماسية وزير الخارجية الإيراني هاتف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي داعياً إلى إطار أكبر للتعاون بين الجانبين فيما نصح الأوروبيين إلى النظر لقضية مهسى أميني من نظار واقعي بالنسبة لطهران فإن العقوبات الأوروبية ليست كغيرها فوقعها أقوى من تلك الأمريكية أو حتى الكندية لأسباب أبرزها أن الاتحاد الأوروبي يشكل تكتلاً قوياً باعتباره يشمل 28 دولة علاوة على أن أوروبا تعتبر المتنفس الوحيد بالنسبة للإيرانيين وسد بابها يعني عزل النظام الإيراني بالكامل عن العالم والأهم أن الجناح الأوروبي وقف مؤيداً لعودة تهران وواشنطن للاتفاق النووي وفقدان هذا التوجه يعني فقدان الأمل نهائياً من إحياء الاتفاق إيلين يوسف العربية